اشتركوا في القناة في الدقيقة السامنة يفتتح التسجيل للنادي الأهلي ويضيف الهدف الثاني في أشروط الأول اللاعب ميدو أسامة في الدقيقة عشرين لتصبح النتيجة 2 صفر لصالح لعبي النادي الأهلي وفي الدقيقة 37 يضيف أحمد أشرف أحد نجوم اللقاء الهدف الثالث للنادي الأهلي في أشروط الأول لتصبح النتيجة 3 صفر ويكتفي الأهل بالهدف الوحيد في الشروط الثاني وتصبح رباعية نظيفة من تزديد أكثر من رائعة للبديل علي نادر أحد نجوم اللقاء لتنتهي مباراة الأهل أمام الجونة برباعية نظيفة لصالح شباب الأهل كابتن حشيش مباراة رائعة في المجمل ثلاثة أهداف في الشروط الأول هدف وحيد في الشروط الثاني مبروك لشباب الأهل تصدر دوري الجمهورية موليد 2003 طبعا نتيجة كويسة أربع هداف في المباراة نتيجة كويسة يمكن الشروط الأولاني أحسن شوية من الشروط الثاني وده طبيعي لأنه برضو التغيرات الكثيرة التي اتعاملت ممكن تكون أثرت على الانسجام بس كابتن شرف أعتقد أنه يحسن فيه تلات هداف الشروط الأولاني الشروط الثاني حاب يجرب زي ما قلنا أكتر من ذا اللي قلنا بين الشوطين يجرب أكتر من لعب عشان هيبقى محتاجهم في المشوار لسه الطويل نمى في المجمل طبعا مباراة كويسة فيه أكتر من لعب ظهروا بمستوى كويس مزيد من طبعا التغلق ومزيد من الانتصارات خلال الفترة اللي جاء إن شاء الله دكتور أحمد شروط أول رائع اكتفى فيه لعب النادي الأهلي بسلسية الشروط الثاني يعني كان المستوى قال شوية اللعيبة ضامنت لنتيجة اللقاء لكن برضو إضافة لهدف رابع في الديئة 84 مجمل المباراة أداء جيد لعب النادي الأهلي طبعا شروط أول مثالي من فريق 2003 ولكن الشروط الثاني يعني كان فيه سن التراجع بدني شوية نشاف أن فيه نوعا ما لسه اللعبة في بداية الموسم في الجولة الثانية آه في الجولة الثانية في بداية الموسم فكان فيه سن التراجع بدني لكن شاف أن فيه مكاسب كتير للمباراة للنادي الأهلي في الفوز ده أولا أنت بتحقق الفوز الثاني على التوالي بتبدأ الموسم بستة نوات حاجة تحسب برضو للجهاز الفني بقيدة كابتن محمد شرف شايف إن فيه سيطرة وفيه استحواس فيه تسبيت طريقة اللعبة من السنة اللي فاتت بتلاتة أربعة ثلاثة الحاجة برضو تحسب لهم فيه أكتر من اللاعب النهاردة اكتشاف يعني حرس المرمى اللي تكلمنا عليه في الشوط الأول برضو طريق حسن برضو ده قدم أداء كويس جدا في الشوط الأول المهاجم عبد الرحمن شريف تكلمنا عليه مهاجم كويس جدا أول مرة نشوفه في المتش ده بيط على القرية بقويس مهاجم مشاكس عبد الرحمن شريف مهاجم كويس شارس مقاتل حتى تحركه في الهدف الأول لما قطع على الورايبة شكل كويس يعني مهاجم برضو حتى بديله اللي نزل سامير محمد واضح أنه عايز كان جعان عايز يدي كده مهاجم كويس برضو عايز يسجل حتى التغييرات بقى في الشرط التاني لما نزل علي نادر علي نادر أول مرة برضو نشوفه أنا شاف أن احنا شفنا اكتشفنا النهاردة جناح كويس قوي بدنيا قوي جدا عنده ميزة التزديد في الجنة الرابع من مسافات أنه يكون أنه يشوتها بالشكل ده فدي حاجة برضو تحسب له النهاردة عجبني أوه مصطفى أبو الخير في وسط الملعب مصطفى أبو الخير لعيب بيجري في كل حتة في الملعب يمين وشمال عنده ميزة التزديد مغطي كمان على ميدو نبيل ميدو نبيل يمكن الدور الدفاع بتاعه مش زي الهجومي ولكن مصطفى أبو الخير هو اللي بي يعني بصراحة في وسط الملعب هاي اللعيب اللي هو اللعيب اللي احنا اتكلمنا عليه آه لعيب الارتكاز مصطفى أبو الخير أحمد أشرف أحمد أشرف لعيب ممتاز صنع هدف وسجل هدف في الشوت الأول والشوت الثاني كابتن محمد شرف حوله كباكليفت يمكن هو برضو في الشوت الثاني التغيير كتير في طريقة اللعب يمكن احنا بدأنا بـ 3-4-3 في بداية الشوت الثاني حولها لـ 4-2-3-1 بعد كده رجع تاني في آخر الماتش لـ 3-4-3 ازاي انه هو برضو في الحارس طريق حسن بعد كده الثلاثة المساكين عبدالرحمن رشدان إبراهيم عبدالحكيم وإسلام عبدالله اللي هو كباكليفت دخله في كمساك تلت ناحية الشمال واحمد أشرف لعب كظاهير أيصر ومحمد وقيل باكرايت الاتنين اللي كانوا الارتكاز ميدو نبيل وتعيمة الاتنين المسندين يعني الجناحين ميدو أسامة وعلي نادر وسامير محمد فدي برضو يعني وبردو لما نزل عبدالله سداد نزل مكان ميدو أسامة وساهم في الجنو الرابع كان بدايته من عنده من خلال الضغط بتاع عبدالله سداد فانا شايف ان يعني يعتبر ده نص الفوز بتاع فرقة 2005 فرقة 2005 كسبت 8 فرقة 2003 كسبت 4 برضو الانتصار بهيفس كور يعني انت بتكسب فرقة 2 تحسب لقطاع النشيين ان انت برضو النهاردة الفرق بتكسب بالنتاج دي فدي حاجة تحسب لهم ياليت نجيب الجنو الرابع الجنو الرابع كان فيه الاتنين التبديلات اللي عملهم كابتن محمد شرف كابتن محمد شرف برضو يحسب له ان هو اه الشرط التاني ممكن يكون الاداة طبعا قل ولكن يحسب له التغيرات ادى فرص برضو ادى فرص لكتير بس يحسب له ان الاتنين في الجنو الرابع تحديدا اللي جابه الجن بديل والعمل الأسست بديل يعني اللي جابه الجنعالي نادر والأسست عبدالله سدير ها يكون معانا دلوقتي الهدف الرابع كابتا انا حشيش اكتر اللعبين اللافتوا نظرك يعني خلال عمر اللقاء من لعب النادي الاهلي انا عايز اقول ان طبعا فيه اكتر من لعب ظهر بمستوى كويس ودي اهم حاجة اهم بقى من الاهداف اوسامة لان لو انت طلعت من كل فريق سواء الالفين وثلاثة او الالفين وخمسة طلعت منهم باكتر من لعيب اربعة خمس لعيبة ان شاء الله يبقوا وعدين للفرقة الكبيرة هو ده الهدف وهو ده الهدف وهو ده المطلوب مش بالاهداف او مش بالبطولات يعني دل اهلي طبعا يعني زي ما احنا عارفين الناس كلها عارفة مليانة بطولات سواء على مستوى الفريق الاول او على مستوى الناشئين يا ما اخذنا بطولات كتيرة انما احنا بنتطمن على الفريق الاول ان فيه ناس من قطاع الناشئين طلعة فيه شغل كويس بيتعمل فيه طبعا المكاسب دي الكبيرة بالاسكور الكبير سواء تمانية المطشة على الفين وخمسة او اربعة لالفين وثلاثة دي بيديك ان فيه تفوق على الفرق التانية تفوق كبير كمان وموسفات بعيدة ده بيطمنك على الفريق الاول في النادي الاهلة شايف انا فيه اكتر من لعيب الحقيقة لو هنقوله ما انا يعني مسجل يمكن خمس لعيبة احمد اشرف ومازل اسامة وميدو اسامة مصطفى بالخير والحارس كمان طرق حسن لوقت شيف النهاردة اكتر من لعب خمس لعيبة وعلي نادر لنزل صاحب الهدف الراحل لنزل الشوط التاني علي نادر برضو من اللعبة الكويسة فاعتقد ده ده نجاح لك دي صد الطرق حسن معانا لكرة صدى لا في الشوط الاول وعجبت كابتن محمد حشيش يعني ده كابتن حشيش مفاجأة طبعا ومن بعيد وطبعا انه هو متوقس طبعا وفي وسط كده انت عارف الهدوء تيجي شوطة يعني تبديه صدى التانية برضو وفي واحدة على فكرة كانت من ناحية الشمال وطلعها بقبضة ايده برضو كانت في وسط الزحمة برضو كانت في بداية شوطة قريب من مصطفى شوبير شوائي لسه بقول لك حاليا صح بسطيل قريب نفس النطة بتاعته حتى لما كنا من حالة هنا في الناشئين كان نفس النطة بتاعت مصطفى شوبير والايد العكسية حتى في الارضي في الرجل بلعب برجله الشمال طيب تعالوا نروح بقى لمرسلنا محمد توفيق من ارض المباراة ولقاءات ما بعد المباراة تحياتي لك توفيق تحيات كابتن محمد حشيش وايضا دكتور احمد سابت تفضل بسهل خير كابتن اسامة تحياتي لحضراتك كابتن محمد حشيش دكتور احمد سابت وكل مشاهد القناة دي في كل مكان مبروك ثلاث نقاط جديدة فريق النادي الاهلي موليد 2003 يستقر بهم على قمة صدرات المجموعة وقمة الدوري العام او قمة الدوري الجمهورية موليد 2003 بعد الفوز طبعا في المباراة الاولى امام بلدية المحلة بهدف مقابلة شيء والنهاردة اداء ولا اروع والفوز على الجونة باربع اهداف مقابلة شيء معنا عقب المباراة كابتن محمد شرف المدير الفريق كابتن محمد يعني ألف مبروك الفوز استمرار لاداء كل قوي ومجموعة مميازة جدا من اللاعبين والفوز أربعة صفر النهاردة على فريق قوي زيجون الحمد لله طبعا نحمد ربنا على الاداء وعلى النتيجة وده استكمالا للمشوار اللي هما بتدوي ممكن احنا من السنة اللي فات بعد ما حصلنا على البطولة كان فيه تعليمات من كابت الخطيبي ان احنا نستمر في التدريبات وخدنا افضل عناصر من 2003 و2005 و2006 اشتغلنا فترة الاجازة كلها كنا بنتمرن وكانت يعني اخدت سمارها النزعلوق ومعتز مع كريمي الدبيسي ورقفة ومخلوف مع الفريق الأول يعني احنا مستمرين يعني يمكن حاولنا ندي راحات متقطعة للعيبة يعني اللي بياخد أسبوع كده كده كنا شغالين لكن حاولنا نوزع الراحات عليهم الحمد لله ان احنا دخلنا في فورمة المتوشة بدري ودي حاجة انا كنت مستني بعد ثالث او رابع ماتش نبتدي نخش في الفورمة النهاردة الحمد لله الأداء يعني راضي عنه طبعا النتيجة كمان لجوان بتخلي الأداء أحسن لكن يمكن مضش البلدية ويمكن انا يعني كان أداء انا أحسن من النهاردة دايعنا فرص كتير اننا كنا مأكدين على التارجت ان انا جيب جون هو ده الأهم نلعب لعب كويس ومنحضر ومنستحوز عشان فيه هدف ان احنا لازم نوصل لجون ان شاء الله بإذن الله يكون موسم خير ويعني الحاجة الاهم اللي انا طبعا بعاني منها مع السن دا حتة ان هو عايز العبد الرقم لانه جاي لهم كلهم اعراض الدوري الممتاز لكن احنا اتفقنا على حاجة ان انت طول ما انت كويس هيبقى فيه فرصة في الدرجة الاولى هيبقى الاعراض بتاعتك بدل ما هو نادي مثلا من الكاتجري اللي تحت هيبقى نادي أفضل فاعمل عليك وانا شايف ان هم كلهم مركزين الحمد لله وبدليل بان مطشين اداء فترات كبيرة جدا اداء كويس سواء هجومي او دفاعي موجود اكثر من الان سواء ما حالك قلتك عبد المحمد في الفريق الاول ده شايف ان هو بيساعدك في تحفيز الولاد ان هم بيبزولوا اكثر موجود عندهم الفترة دي اكيد طبعا يعني هو كان قريب منهم كان بيلعب معنا السنة اللي فاتت يعني شقيه معنا كتير رقفة وكريمي الدبيسي ومصفى مخلوف في لعب الموسم كامل معنا واسماره ان هو بقى في الدرجة الاولى زعلوخ خد معنا الفترة الاخيرة وكان بيقدي بشكل كويس كان مصاب ودخل معنا اتمرن كل دي بتديهم ان الدنيا قريبة ان انا قدر اكون في وسط المجموعة وهي يعني انا دايما بقول ان هي كلها بتبقى تتبير ربنا سبحانه وتعالى انت عمل اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى هيدهلك في الوقت اللي شايف ان انت لكن دايما اعمل علي مرة كويس اكتهد اخد كله مباراة بجدية يعني انا يمكن اللي بسطني ان احنا الاخر دي بنحاول برضو الفورمة انا مقدرش يعني ادوس ان احنا لسه الفورمة بعيدة فورمة الموتوشة لكن ان شاء الله جاي فهو برضو تفكيرهم مشتت انا ما بين مطش وما بين ان انا عايز اروح منتخب والاولمبي والدرجة الاولى وفي رغي من وكلة واندية وفي فاكسات مبعوطة ليهم لكن في الاخر برضو احنا مزنوين في حتة السبع العيبة الاعراض بس فدي طبعا بتبقى داخل فيها طبعا فريل اول مستر كولر مين اللي هيطلع اعراض فا اعمل عليك وممكن في يناير او في السنة جاعة وممكن انت تلاقي نفسك في الدرجة الاول فبيبقى الكلام نفسي اكتر ما هو كورة واكتر ما هو لان انت عارف السن ده خلاص هو ده مستقبل وعايز يعرف هو فين فان شاء الله بإذن الله قريبة وفي الاخر انا بقول لهم ان دايما احنا كلنا اسباب كنادي كمدربين كلنا اسباب ان ربنا سبحانه وتعالى يديك حقك الحمد لله وان شاء الله موسم خير علينا ومبسوط اوي بيكم النهاردة ازعت المباراة بعد شرق قناة النادي الاهلي يمكن النهاردة العيبة كلها كانت متفاجأة قبل المباراة من المباراة مزاعة ده اعتقد كان مخلي كمان يعني ازعت المباراة على شرق قناة النادي الاهلي يدوم حافظ زيادة كمان تكيد طبعا يعني حاجة جميلة جدا ان يشوفوا الاداء وان هو يتشاف على قناة الاهلي وجمهور النادي الاهلي يشوف اللعيبة ويحفظ اسميم انا من السنة اللي فاتت والناس بتقابلني بتتكلمني على اللعيبة بالاسم اخبارهم ايه احنا شايفين ان هم فدي حاجة طبعا بتفتح لهم سوق كبير جدا وبرضو بتعرف جمهوري الاهلي اللعيبة اللي هي الصف التاني اللي في ظهر الدرجة الاولى اخباره ايه والدنيا فالحمد لله ان اداءهم ده بيفرح الجميع يعني بقولهم ان موضوع مش مكتصر على اللي حوالين الملعب لا ده ملايين الاهلوية بيستنوا المتوشرة بتاعتكوا بيتفرجوا عليها بتتعاد مرة واثنين وثلاثة فدي حاجة كويس ان انت لازم تقدي بشكل كويس لان في الاخر النادي الاهلي كبير وكل فرقة بتيجي بتطلع اقصى طاقة عندها بتفتكرش ان انت الفرقة لما انتيجة بتفتح ولا لا ده بصعوبة جدا ان النتيجة تفتح اربع اهداف او مضيع زيهم فده لازم تبقى انت اشرص واخد المواضيع بجداي فمبسوط طبعا بيكون وكابتن اسامة والستوديو كله ودي حاجة طبعا حافز ليهم هم بموسطين جدا لما بيعرفوا حاجة زي كده طبنا بقى اخيرا كابتن عن المصابين واهم الغيابات النهاردة وخاصة ان المدافع محمد شرقي والله احنا عندنا غيابات مع عدد برضو ان القايمة بتاعتي السنة دي تلاتين يعني السلفة كانت خمسة وتلاتين طرينا ان نستغنى عن لعيبة كانت كويسة وكانت موجودة معانا السنة اللي فاتت وصلنا للعدد اللي هو سايبين مكان او مكانين عشان الدرجة الاولى فانا في دلوقتي متحمل معي كريستو ورقفة وكريم الدبيسي ومصطفى مخلوف دول مع الفريق الاول فاحنا دايما بنشتغل في عشرين فمش مستحمل ان انا حد يتصاب عندي شرقية مصاب عندي كريم عثمان كابتن الفرقة مصاب النهاردة طعيمة راجع من اصابة عندي عبدالله ازدان من اللعبات كويسة راجع برضو من اصابة فاحنا بنحاول على الاد ما نقدر ان احنا نشتغل باللي موجود. عشرين العيب اتنين وعشرين العيب ان شاء الله باذن الله يعني مسم طويل ان شاء الله باذن الله يبقى عنهم شر الاصابات وان شاء الله شرقية يبقى موجود من المطشي الجاي. كريم هو اللي مطول شوية بس. شكرا كابتن أسامة مكاملين لقاعتنا ومنضمننا نجوم فريق 2003 بالنادي الأهل واحد النهاردة من العبين الأجاد وصحب الهدف الأول عبد الرحمن شريف عبد الرحمن يعني ألف مبروك الهدف ألف مبروك الأداء والنهاردة ممكن كابتن شرف وصق فيكم من ديك الثقة والنهاردة أنت كنت عنده حسن ظنه طبعا في الأول برحب كابتن أسامة حسني وكل الكابتنين في الستوديو طبعا يعني كابتن شرف ادري الثقة وانا ان شاء الله دايما هبعد الثقة وبوعد جمهور النادي الأهلي للموسم دوة البطولة 2003 ان شاء الله عبد الرحمن وجود لعب من زميلك في الفريق الأول ده الحافز الفترة دي كابتن شرف بتكلم معكم في ايه بيحفزكم ازاي يعني كلمنا عن كل حاجة دي طبعا كل واحد نفسه يلعب في الفريق الأول كل واحد مستني فرصته يعني كل واحد بيعمل عليه ورب يعني بيسيب الباقي عن ربنا يعني شكرا عبد الرحمن بالتوفي دايما بإذن الله كامل اللقاءاتنا كابتن اسامة وصاحب الهدف الرابع وهدف أكثر من رائع يعني علي نادر يعني علي ألف مبروك الهدف ألف مبروك الأداء كلمنا عن مباراة النهاردة أكثر من رائع وكمان المباراة الفاتحة من باديت محل أولا مرحب بالكابتن اللي في ستوديو والحمد لله الموتش اتفتح يعني من الأول جبنا جون وراء الثاني وراء الثالث فأول شوط خلال ستاته صف الحمد لله ومتنى نازل ومتجاب جون فالحمد لله ربنا كرمني أهم تعلمات كابتن شرف وبتكلم معكم في إيه في الفترة دي كفرقة طبعا بشجعنا دايما قبل الموتشات وقبل الموتش بيون دايما بنشتغل على التاكتك وشخصيا أصلا دايما بيكلمني قبل منزل بيقول لي لعب لعبك ومعلكش أي ضغط فالحمد لله بيحفزني طبعا قبل كل موتش الحوافز والتحفيز والفريل أول شاف أن مستر كولر بسم اللي ما شاء الله عني بدي فرصة كبيرة جدا العادة كبير جدا من القطاع الحافز ده ببقى شكله عامل إزاي عليكم ومرضوده على الأداء يعني الواحد بيعمل اللي عليه ويتبكر على الله وفي الأول في الآخر النتائج هي اللي بتسمع فوق والواحد يعني بالأرقام دايما يعني اللعيبة كلها اللي طلعت كلها تستحق إنها تطلع وفي إن شاء الله ناس أكتر بيزني اللي تثبت جهودها وتطلع برضه فإن شاء الله ربنا يكرمه شكرا علي ودائما موافق بإذن الله ختم لقاءة من نجوم الفريق كابتن فريق الأول كتير جدا ميدو نبيل يعني ميدو عالف مبروك للنهاردة على الفوز والأداء الرائع نكلمنا بقى عن أدائك وزمائلك خاصة أنك واحد من ناس قادم الناس في الفرقة وناس يعني شافتك كتير جدا مع الفريق الأول فترة الفترة الحمد لله على المكسب أنا براحب بالكابتن وسماء تضيف اللي معاه مكسب مهم بالنسبة لنا يعني تاني مطش النهاردة تلات نقط خدنا بنغد كل مطش بمطش المطش اللي فات الأداء ما كانش أحسن حاجة النهاردة بنأكد على اللي كانت نشرف كلمنا فيه إن إحنا لازم ننفذ اللي هو قلنا عليه في المرعب فبنحمد ربنا على المكسب وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله ميدو أنت بقى زمالك أكيد تتكلموا مع بعض أنت زي ما ألتك أنت من الناس القديمة في الفرقة بتتكلموا في إيه الحوافز الدائفة اللي بتتكلموا فيها عشان تجددها وفيها وتحافظها على البطولة وكمان الهدف الأسمى دعم الفريق الأول يعني وإحنا بالنسبة لنا أما حاجة البطولة دي نحافظ عليها نأكد اللي احنا عملناها السنة اللي فاتت تاني حاجة كل واحد لما يجيوا له فرصة يمسك فيها وإن شاء الله لما حد يطلع هيأكد يعني المطلوب منه بإذن الله جمهور النادي الأهلي واللي دائما بتابعكم من خلال شرق قناة النادي الأهلي تقول له إيه وقطاع النشئين في النادي الأهلي تقوله عنه إيه وانتوا يعني مجموعة جبيرة جدا من لعبة الممازنة يعني بنتمنى أنهم يبقوا في ظهرنا دايما إن شاء الله ان القطاع يطلع أحسن حاجة موجودة وبتمنى توفيه له كل الفريق اللي معايا بإذن الله شكرا يميدوا بالتوفيه دائما إن شاء الله كابتن وسامي دي كتلقاءاتنا ودي كتلقائتنا وبرات الأهلي والجنة واللي انتهت بفوز النادي الأهلي 4-0 دايما يا رب النادي الأهلي في انتصاراته ودايما يا رب في بطلات ويبقى دايما النادي الأهلي رقم واحد كاملين كابتن وسامي أتفضل بنشكر زميلنا ومراسلنا المتقلق دائما محمد توفيه كابتن حاشيش في لقاء الكابتن محمد شرف اتكلم عن نقطة مهمة في وقت فترة الراحة كان فريق 2003 شغال نضم ليه بعض العناصر من 2005 و2006 وكان يعني ستاند باي وتحسبا للدرجة الأولى طلب منهم لعيبا لقول احنا موجودين طلع في الوقت ده كان رفت خيل موجود كان مصطفى مخلوف كان زعلوك بعض العناصر من قطاع الناشئين وكانوا بيستعدوا للدرجة الأولى في الوقت ده بصراحة وسامي عند سيستم هاي اللي ندي الأهلي عملوا بصراحة لأن احنا يعني مشوفناش الموضوع ده قبل كده احنا ايام مسلا ما كنت أنا في الناشئين كنا بيخلص البطولة بتاعتنا بنغيب عن نادي انت مش متخيل شهرين وثلاثة فترة طويلة يعني ننسى تماما ونروح نصيب بقى نعمل عمشة كورة يعني ونرجع تاني من أول وجديد فالأعمار اللي هي قريبة جدا من الدرجة الأولى في تواصل كبير بينها وبين الفرقة الكبيرة انها تبقى لسه موجودة ويمكن كابتن شرف لمح على الموضوع ده في كلامه وده عبء كبير عليه لأن فيه ناس ما خدتش راحة وفيه ناس كملت فيه ناس منها طلعت الفرق الأول وفيه ناس منها ما طلعتش مكملة فعشان يوفق يا أحمد بين الأحمال الكتيرة دي واللخبطة فيه ناس طلعت وفيه ناس خدت راحة تاني بعد الفترة دي كلها عشان تبدأ مسهم جديد ويبدأوا المسابقة بتاعتهم الجديدة فدي حاجة كويسة النادي الأهلي يعملها عشان يبقى فيه تواصل فجيش ان النادي الأهلي مثلا الفرقة الكبيرة محتاج حد يبقى فترة راحة فترة راحة كبيرة ويطلع مع ناس باتمرن وهو لسه بعيد عن الموضوع ده فدي حاجة كويسة النادي الأهلي يعملها دكتور أحمد برضو من كلام الكابتن محمد شرف تكلم عن النقطة النفسية مع اللاعبين قال إحنا في فترة دلوقتي اللاعب عايز يطلع درجة أولى في بعض اللاعبين زميلهم طلعوا درجة الأولى في البعض جايلوا إعارات مطلوبين من أندية أخرى في الدور الممتاز تفكير اللاعبين حتة المعاملة النفسية للولد في السن ده وأيضا كمان فايدة إذاعة المباريات على الهم وشارة النهارة أنت بتعرض بقى كل لعيم بيعرض نفسه بقول أنا موجود سواء للجهاز الفني في الفريق الأول أو سواء للأندية الأخرى كمان طبعا دي بتبقى نقطة أنا شايفها صعبة جدا على أي جهاز فني اللي بيمسك فريق 2003 عامل زي بالزبط اللي هو في الفريق الأول وبيتعامل مع البودلة دلوقتي أنت بتتعامل مع فرقة كلها نجوم وقعدة على الدكة فأنت إزاي هتقنعهم أن لا أنت فرصتك حتيجي لأن النادي الأهلي بيبقى فيه أكتر من لعب في نفس المركز يعني تلاتة مهاجمين تلاتة مثلا أجنحة فأنت إزاي بتقنعهم برضو موجودة فريق 2003 النهاردة في بعض اللاعبات صعادت وفي بعض اللاعبات لا لأنه طبعا بيبقى على حسب رؤية الجهاز الفني مارس الكولر هو اللي شايف أن أنا محتاج اللاعب ده في المكان الفلان فأنت إزاي تقنع اللاعب ده وأن أنت تشتغل على نفسك أن أنت ممكن تطور من نفسك أكتر عشان تبدأ أن أنت تعمل بداية موسم مع فريق 2003 بشكل كويس كمان نقطة إزاعة المتشاط دي نقطة مهمة جدا ممكن اللاعب يروح فريق في الممتاز يعني يروح فرق بدون ذكر الأسماء يعني ما يتشافش زي ما هيتشاف على قناة الأهلي في الدور الناشئين يعني فرقة 2003 النهاردة لما بتزع لها ماتشاط بيشوفها كم مليون واحد عكس مثلا فرقة في الممتاز مثلا في المركز 12-13-14 مش هتشاف زي ما بتشاف على قناة الله ودي نسب وحصايات مباريات في الدور الممتاز تتكلم عن الدور الممتاز الدور العام عندك مباريات الناشئين على قناة الناد لهلي بتعمل نسب مشاهدة أكبر من مباريات دور ممتاز في تلعب ليه عشان اسم الأهلي وقناة الأهلي والناس بتحب تتفرج على أي حاجة فيها مرتبطة وعايزة تشوف مستقبل الناشئين طبعا احنا النهاردة بعض الناس كانت تروح تشكك في قطاع الناشئين تقول انت ما ندلاني مفرش قطاع الناشئين طب ما تعالن الكلم بالأرقام ما تشوف مصطفى شبير محمد عبد المنعم أحمد عبد القادر محمد أشرف مصطفى مخلوف كريم الدبي إصرافة خليل زعلوك يعني عناصر كتير أو لعبة كتير بدأت تطلع الدرجة محمد هاني أنا أتكلم بقى على الأجيال السابقة محمد الشيناي ومحمد هاني تتكلم عن تاريخ النادي الأهلي لكن أنا أتكلم عن الوقت الحالي ما دي كلها لعبة طلعت خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا من قطاع الناشئين للدرجة الأولى فده احنا بنتكلم طيب النقطة تتفضل أقول حاجة برضو سامي أنا أكد برضو على كلام شرف موضوع كمان الوكلة طلال اللاعبين وبلعبوا في دماغ اللعيبة اللي هي الصغيرة دي واللعيب اللي بألفين وتلاتة أو ألفين وخمسة اللي حاسس إن طبعا الدنيا مقفلة فوق واللعيبة كتير فوق وهيطلع إمتى وبتاع مع إذراءات بقى الوكلة والفلوس عايزة طلعه أقارة هنا وطلعه أقارة هنا غير برضو زمان الأول ما كانت فيه وكلام لعيبة أو كلام من ده دلوقتي العملية صعبة بقى على المدير الفني بتاعه إن هو يقنعه إزاي إن فرصتك هتيجي برغم إن في مراكز مليانة فوق إنما الكرة مفهاش صعب باجتهادك وإخلاصك وإنك تظهر نفسك وتفرد نفسك على الفرقة الكبيرة لازم تمرن كويس ولازم تدوس في المبارات فدي صعب قوي يعني شرف الحياة دي مش باينة طبعا في الأعمار اللي هي الصغيرة لسه بادري لسه بادري إنما بداية بقى من 2005 و2003 هي دي العملية الصعبة يعني دكتور أحمد كابتن شرف برضو تكلم عن الغيابات اللي عنده قال طبعا كريستو أخذ عنده مكان في فريق 2003 ومتسجل في 2003 عندك محمد رافت عندك مصطفى مخلوف كان زعلو كان بعض اللاعبين ولكن عمل توليفة جيدة عمل توليفة جيدة قبل ما أسمع رأيك في النقطة دي يعني اعتقدنا دايما في مباراة الأشبال أستاذ الأشبال دايما معنا يعني الخبير التحكيمي الكبير الكابتن ناصر عباس علشان دايما بنقيم الحكام في مباراة 2005 أمام بلدية المحلة المباراة السابقة أجاد بطاقم التحكيم النهاردة طبعا كان حاكم ساحة العنصر النسائي كان موجود الكابتن نورا سامير دي يعني من مطقة القاهرة مساعد أول الكابتن وسامة السيد ومساعد تاني الكابتن أحمد زيدان معنا على التليفون دلوقات الخبير التحكيمي الكابتن ناصر عباس عشان نسمع برضو رأيه في طاقم التحكيم اليوم تحياتي لك يا كابتن ناصر تحياتي لك يا كابتن محمد حشيش والدكتور أحمد سابت تحياتي لك يا كابتن وسامة وتحياتي لديوفك الكرام كابتن حشيش والدكتور أحمد سابت منورين للستوديو كالعادة استوديو جميل وحلو وعادين من نتفرج ومنستمتع بيكم بأمانة مبروك النادي العالي على الأداء والنتيجة وهارد لك لنادي الجولة كاتل أسامة هنتكلم الأول بشكل عام على الحاكمة نورة سامير وإحنا طبعا الأول بنحلل بشكل عام وعندنا الحالات التحكمية التي نقولها من خلال المقر أولا بحييها النهاردة بأمانة على الأداء بشكل عام شفنا كاتل نسامة حاجة مهمة جدا وحاكلم على الشخصية التحكمية لاحزنا أنها عندها جزية وعندها اهتمام كبير أو تركيز في المباراة وده دايما نقوله بالحكام اللي هم الرجال النهاردة هي قدت بشكل جيد من خلال الشخصية التحكمية نروح لنقطة مهمة أولياقة البدنية كابتن الحشيش كابتن دبطل أحمد على مدار شرطية اللقاء هي أولا هي لعبة ألعابك وقبل جدا كابتن وزيد وصفنا قد إيه عندها تحمل عام كويس قوي من بداية المباراة لنحايتها عندي بس نقطة للتطوير وزي ما أقوله إحنا في قناة نادي العالي النهاردة ما بنقولش سلبيات إحنا بنقول الهيجابيات ونقول نقاط التطوير إحنا نقاط الأسامة يجب أن هي تطور من أداءها لما يكون فيه هجوم معاكس أو الهجم المرتد هنا لابد أن هي تتوقع وتبتدي تتحرك متستناش اللعبة تتلعب وبعدين تبتدي تجري لأن هنا تبقى أحيانا في بعض حالات أبايدة بعض الشيء ولكن بشكل عام اللي أقرب الدنيا نهاردة كانت موجودة بشكل كويس النقطة بقى المهمة وهي تقدير المخالفات كابتن أسامة وإحنا هنا بنتكلم هناك بعض الإجابيات لها حسب بعض المخالفات وأيضاً خلت اللعبة تواصل في بعض الحالات ولكن عندها بعض الحالات اللي هي المخالفات كان يجب أن تحتسب وأيضاً العقوبات الانتباطية النهاردة تقريباً لابد أن هي تخلي بالها وده مهم جداً فتتدرب على إمتى قد انذار وإمتى مديش انذار وإمتى حسب المخالفاتك أسامة السيدة نهاردة وكانت مساعد ممتاز نهاردة حاكم الحكام المساعدين من الممتاز الكبار يعني عاوز أقوله نهاردة أدى بشكل كويس خاصة فيه الهدف تقريباً الثاني وأيضاً نحمل الثاني نهاردة كان مقاهرة أبداً مباراة كويسة وتعاون بالقرار في أكثر من بين تحليل نشوف بقى كابتنسان بقى الحالة الأولى طيب معنا الحالات يا شباب جاهزين ماشي تفضل يلا هنشوف الحالة الأولى كابتن وإحنا قلنا دايماً بمدي ثقافة تحكمية من خلال الستوديو التحليل شيلوا الاستراء بقى يا شباب أوكي تفضل يا كابتن هنا كابتنسان أبن نتكلم في نقطة مهمة جداً وهي الكوس ربع دايرة وهي ربع دايرة يعني إيه؟ هي مطاقة ربع دايرة نصف كترها واحد يارد هي تبقى من قائم راية ربنية داخل مدان اللعب البعض يرى إن هنا الكرة ممكن يقول إن هي خارج الكوس لا هنا كرة طالما لمست كابتن أسامة خط الربع دايرة هنا بقت موجودة في اللعب وهنا عايزين نشرح من الشرط إن الكرة تكون موجودة كلها داخل الربع دايرة ولكن هنا بنقول إن هنا الكرة إن في جزء منها ملامس القط وبالتالي هنا هي بقت لعب وهنا الكرة صحيحة دي الحالة الأولى ودي حالة بنقولها لي البعض عشاني بقى عارف إن مش شرط إن الكرة تكون موجودة دا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة دا يبين مدى طاقم التحكم الاهتمام وتركيزه كابتن ناصل كابتن أسامة النهاردة عاوز أقولك على حاجة مهمة خلي بالك وممكن يعني معرفش الدكتور حمال تابت وكابتن حشيش يقول حاجة مهمة قوي القناة دا لما بتعرف المقراط دي الكل بيعود يشاهد حتى الحكامة كابتن أسامة يعود يشوف المباراة ويشوف التحليل التحكمي اللعيبة دا نفسها تبقى فرصة لكل اللعيبة سواء الناد الأهلي أو من عندها التانية يبقوا سعادة جدا من هما يشوف التحليل في القناة نروح لي الحالة التانية كابتن أسامة ونشوف لو الحالة التانية معنا تقريبا الحالة التانية الهدف الهدف التاني للناد الأهلي هنا القرى باللعب الناد الأهلي هنا بيرجع وأريد أن نشوف هنا هل في تسلل عند المساعد هسامة السيد ولا لأ هللاحظ هنا كاتل هسامة هنا الكرة هنا لما بترتدي من المدافع وترجع تاني اللعب الناد الأهلي بالرأس اللعب الناد الأهلي في مواقف سليم ومضغط بإثنين لعيبة هو اللعب رقم خمسة واللعب رقم واحد وعشر وتمركز المساعد والممتاز وهنا الهدف هدف صحيح نتيجة التركيز من الحاكم المساعد ولحظة الربط ما بين اللعب الكرة وموقف التسلل هذا الصحيح ليه لعب الناد الأهلي وبالتالي هنا الحالة الثالثة معنا كابتن ناصر الحالة الثالثة جدا هنا يمكن أنا بقولها يا نورا هنا الرجل مرفوع وبين أول يعني هنا وأنت قريبة جدا يا نورا هنا المخالفة موجودة وكان لابد احتتاب المخالفة وإشهار بطاقة صفرة للتهور نرجع تاني اللعبة دا كانت الأسامة هي متمركزة تمركز صحيح يسمح لها بالرؤية كمان بالضبط أنا بص شوفوا يعني حتى الدخول حتى من غير حتى في تهورة ممكن أخذها كده بالشكل هنا كان يجب احتتاب المخالفة ومع المخالفة كان يجب اشهار بطاقة صفرة دا دي بردك احنا بنقول يمكن حالة تعدت وبتعدي على أحيانا بعض الحكام ولكن بقول لها يا نورا أنت كنت قريبة ولكن ما يجب أن الفاول دا يعدي عليك كده الحالة اللي بعد كده كانت نقصة ما نشوفها حالة من الحالات المهمة نفس الشيئة كانت نقصة ما نشوف هنا التهور تستوجب بطاقة دي كمان التهور موجود بص جنة بص بص يعني دي حالة بردك هي نفس الحالة اللي فاتت عشان كده برول ايه خلي بالك يا نورا من كنت الناصر الكرة دي هي بعيدة شوية عن الكرة تماما كده حشيش بص هي فين دلوقتي عندها بعض الحالات اللي كان يجب أنها عندها قراءة هنا كان من الحكم المساعد أحمد زدان يساعد بالقرار يا كده الحشيش حامل المساعد المساعد أحمد زدان هو مساعد رقم اثنين هنا هو يساعد بالقرار لأنها المخالفة قريبة منه هنا المخالفة موجودة بتهور وللقافة فيها لم تحتسب المخالفة ولم تشير البطاقة الصفة الحالة اللي بعد كده كانت المساعدة من نشوفها حالة من الحالات المهمة جدا شوف هنا يعني كان في حالة مهمة جدا هنا مش دي الحالة يا شباب كابتن ناصر في حالات تانية عندنا بتاعات راكلة الجزاء أنا عندي حالة راكلة لا أبو لولي دي أخر حالة يا كابتن ناصر طب أخيرا يا كابتن ناصر ممكن نشوف العنصر النسائي السنادي بيحكم في الدور الممتاز سيكون عندنا حاكمة ساحة في مباراة الدور الممتاز ولا لسه الخطوة دي يعني محتاجة عندنا شوية أول فعلا كنتم نسمى في الجولة 34 من الدور الممتاز اللي هي كانت من الموسم اللي فات عندنا كانت شاهندة المغربي كانت موجودة أدارة لقاء أمبيو صلاوية في الجولة 34 على ذكرة وقدت مباراة كويسة جدا جدا عندنا شاهندة وعندنا يرى عاطف وعندنا أيضا نورة سامير نتمنى طبعا النهاردة نورة النهاردة بتقدم أداء كويس وفرصة للمحكمات او الحكمات زميلها ان هما النهاردة كتهم الثقة ولكن الحكام النهاردة لابد ان احنا كتن قساما النهاردة يدل المحكمات فرصة عشان نشوف كمان محكماتنا في البطولات اللي هي الأبطاطية إن شاء الله طاقم التحكم النهاردة كام من عشرة كابتن ناصر الأداء يعني لازم كتن قساما لدي درجة؟ اه لا عايزين درجة على هوا احكام القاهرة كابتن ناصر تخلي بالك حكام القاهرة هاشيش طبعا اكيد اكيد حكام القاهرة طبعا يعني كابتن القاهرة مليانة بالحكام المتميزين وغير المناطق طبعا مناطق كثيرة موجودة بات النهاردة نورة ساميرة كابتن اسامة على شجعتها وشخصيت التحكمية بديها 8.5 ودي يعني درجة كبيرة جدا طبعا درجة كبيرة من كابتن ناصر اه درجة كبيرة جدا وزي ما قلت هي عندها حاجات كفصية صغيرة هتشتغل عليها اللي هي المخالفات وتقطير العقوات المضبطية واحنا بنشكرك اه تفاضل كابتن اه اتفاضل كابتن امتياز النهاردة اتعاونه بالقرار بدي امتيازة وابدي احمد واحنا بنشكرك شكرا جزيلا ودايما بتمتعنا كالعادة الخبير التحكيمي كابتن ناصر عباس عايزين نستعرض بقى الاهداف عايزين نستعرض الاربع اهداف عشان نحللها مع ضيوف الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد سابت وعايزين ناخد كمان برضو يعني رجل اللقاء بعد ما نحل الاهداف مع بعض الهدف الاول من الهدف الحلوة كابتن حشيش في الديئة تمانية عبد الرحمن شريف واحد من المهاجمين المتميزين قطع على العرضة الاولى وده الهدف الاولين معنا تفضل طبعا فيها لعب جماعي هاتو خده احنا قلنا احسن ما في الهدف في ان هو برضو ايه الرسل الحربة مغطي طبعا هو الوحده فمغطي الزوايا كلها سواء البعيدة او القريبة قطع على القريبة وحط الهدف وده هدف طبعا كويس يعني هدف التاني هدف اللعب ميدو اسامة دكتور احمد سابت طبعا هدف التاني كانت عرضية من اليمين تتلعب الكرة التانية وهمية الكرة التانية النهاردة احمد اشرف هو الكيس بالكرة التانية اللي عمل الاسس وميدو اسامة ميدو اسامة ممتاز في الفينيش بتاعه يعني الفينيش بتاعه شفناه اكتر من مباراة بيكتم الكرة بشكل كويس وبيركز دايما في اللمسة الاخيرة عنده لمسة اخيرة كويسة في حتة اللمسة الاخيرة هنا في الفينش في الزاوية البعيدة بشكل ممتاز أرضية برضو نفس فاكر كنجون برضو في نهاية الموسم اللي فاكر نجابه بنفس الشكل بس كان من نحية تانية فالفينش بتاعه ممتاز الهدف الثالث هدف اللاعب أحمد أشرف واحد من نجوم اللقاء كابتن حشيش كرة طبعا عرضية استغل طبعا إنها كرة راجع من الديفنس يدوبك توقيفها وسندها وحطها بشماله طبعا على طول وده قرار طبعا شوت يعني الهدف الرابع في الشوت الثاني في الـ 84 اللاعب علي نادر دكتور أحمد سابت هناك كرة قطعت قطعها عبدالله زدان هو اللي عامل أسست والشوتة والتوجيب وش الرجل في الزاوية الدايئة بتاعة الحارس المرمى على القدم السابتة للحارس قرار التصويب والدقة والقوة القرار والدقة والقوة والتوقيت بتاع الشوت كل ده بصراحة علي نادر هو يعتبر الشوت الثاني كان أحسن واحد في الشوت الثاني طب الهدف الأحلى دكتور أحمد سابت في الأربع أهداف الهدف الأول لأن الهدف الأول لو جبناه فيه نقطة بص فيه كمان نقطة أن أصلا ميدو أسامة بيلعب نحية الشمال وجاء عليه أحمد أشرف أحمد أشرف بيلعب نحية اليمين ففيه زيادة عددية عملوا تحميل عددي على الجنب تحميل العدد اللي اتعمل والوان تو والأوفرلاب بتاع الباكليفت عمل بالعرض والقطع على القايم القريب من المهاجم فأنا شايف أن فيه جماعية فيه زيادة عددية في الجنب الشمال فيه قطع القايم القريب من مهاجم متميز زي عبد الرحمن شريف وفينش كويس وقتال وفيه روح على الكورة فيه كتال على الكورة فأنا شايف الجون الأول أحلى هدف كابتن حشيش أنا برضو أقول للهدف الثاني أنا متحيز شوية لديه أسامة لأنه ابني بقى من متخب القاهرة فهي التوسيع الوسع لنفسه دي أنا متأكد لأنه كان وشه للكورة وفي ظهر الجون لو كان استلم الكورة كان المساك لحقه إنما هو يوسع لنفسه راح خلاص جون كابتن حشيش رجل اللقاء والله في أكتر مراحل لأسامة عشان من يعني من يعني بتحيزت لحد معين فيه أحمد أشرف كويس مزين أسامة ميدو أسامة مصطفى والخير طارق حسن البردو واعد يعني كورة اللي جات له الحقيقة كان تصرف فيها كويس ما فيش غلطة يعني علي نادر طبعا من نزل الشوطة التاني حايل بتكده قلت الفرق كلها أنا عايز لعب واحد بس رجل اللقاء ميدو أسامة ميدو أسامة رجل اللقاء من وجهة نظر كابتن محمد حشيش من وجهة نظر الدكتور أحمد ثابت جيف أحمد أشرف رقم واحد رقم اثنين مصطفى أبو الخير أختار اثنين اتنين 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 ماشي ماشي حدي لأحمد أشرف أحمد أشرف أحرز هذا فوصان أحد صحيح تمام تقول رأي ولا طبعا كل مرة لازم تقول رأي أنا رأي رجل اللقاء الكابتن محمد شرف محمد شرف رغم الغيابات اللي عنده خلال فترة الراحة الرجل شغال خلال الفترة دي رغم الغيابات اللي عنده عمل توليفة جيدة بيقدر يكسب المباراة التانية على التوالي وعمل شكل وأداء جيد فاحنا بنقول أقل لعيبة لكن النهاردة برضو دور الجهاز الفني كاملا ودور الكابتن محمد شرف مهم جدا بنبرك لهم وان شاء الله خلال المباراة اللي جاية أيضا هنزع مباراة التانية لألفين وثلاثة ومزيد من التقر فرصة واحنا موجودين مع حضراتكم على الهوى ما ينفعش يعني عندنا مباراة مهمة يوم خمستاشر تسعة يوم الجمعة القادم مباراة ببطولة مباراة السوبر الأفريقي مباراة مهمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري طبعا زي ما احنا عارفين ان النادي الأهلي هو بطل دوري بطال أفريقيا اتحاد العاصمة الجزائري هو بطل كأس الكونفدرالية المباراة هتكون في مدينة الطائف في ملعب مدينة الملك فهل لو معنا صورة الملعب عايزين نستعرضها برضو يا شباب يعني الملعب من الملاعب الجيدة دي صورة الملعب اللي هتقام عليه المباراة مباراة الأهل امام اتحاد العاصمة السوبر الأفريقي الملعب ده بيسع إلى عشرين ألف متفرج وبيدير اللقاء الحكم الجابوني بير أتشو يعني بير أتشو هو حكم اللقاء الجابوني هو لهيدير رقاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري والمباراة هتكون إن شاء الله الساعة التاسعة في توقيت القاهرة بتوقيت القاهرة أسعار التذاكر كانت انطرحت الدفعة الأولى من التذاكر وطبعا زي ما احنا عارفين اقبال كبير جدا من جمهور النادي الأهلي اللي هو دايما كلمة السر في كل لقاءة النادي الأهلي سعر تذاكر المباراة سعر تذكر ذوي الهمم دي مجانا معمولة في المباراة ذوي الهمم هيدخلوا المباراة مجانا سعر تذكرها فيها خمستاشر ريال اي تو عشرين ريال وفيه تذاكر بمئة ريال فيه تذاكر بخمسمائة ريال وفيه الفي اي بي بألف ريال أكيد إن شاء الله النادي الأهلي استعد يعني استعداد جيد الاستعداد الأول كان في النمسا وشوفنا استعداد جيد في معسكر النمسا تخللوا لقاء أمام أحد فرق سلوفينيا وقدر يفوز النادي الأهلي بنتيجة تلاتة واحد كل اللعيبة مستعدة كل اللعيبة بمعنويات إيجابية كبيرة لكن دايما لما بنتكلم عن لقاءات الأهلي ومباراة الأهلي وبطولات الأهلي في المملكة العربية السعودية البلد الشقيق اللي بيمر بتفرة كبيرة جدا خاصة في الرياضة بنتأكد إن التنظيم بيكون على أعلى مستوى شوفنا قبل كده كأس العالم لأنديها لكرة اليد العام الماضي والإقبال الجماهير الكبير جدا ودور جماهير النادي الأهلي إن شاء الله متأكدين أيضا بتوفير ربنا سبحانه وتعالى أيضا ثم جماهير النادي الأهلي في مرات 15-9 يوم الجمعة القادم وأيضا في كأس العالم الأمدية معنا على التليفون دلوقتي الأستاذ محمد شريف رئيس ربطة مشجيع الأهلي في المملكة العربية السعودية تحياتي لك يا أستاذ محمد وتحياتي الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد سابت طبعا فرصة وانتحاك موجود معنا على الهواء دلوقتي عايزين نعرف بقى استعدادات ربطة مشجيع الأهلي في المملكة العربية السعودية وآخر الاستعدادات علشان اللقاء المهم والمرتقب بين الأهلي والتحاد العاصمة الجزائر والله إحنا أول حمد لأول معرفة من الناد الأهلي جايلنا السعودية بقى كأهلي ما عمتنا عيد من أفضل عددك فبقى أننا نتواصل على هذا السعطر نتحرك إحنا في الرياض يعني يبعد الرياضة عن الصيف ومن الملكة فبقى أننا نتحرك على أساس إحنا لازم نكون نتواجدون في المرش بمظهر وبشكل إليه بجمهور الناد الأهلي معالسة أبو عمر بدأ يتواصل مع الاتحاد السعودي عشان نوفر التزاكس ونشوف التزاكس سيتم طرحها إنتا ونبدأ نوفر الترحل للناس من الرياض اللي أبتا بغضت ونمثله عن الصيف من خلال التواصل فبقى أننا مع الاتحاد السعودي نحن نتواصل مع الشركة تسويق رياضي ومن خلالها نقصد النظر من الترحل من المدن البعين يعني إحنا عندنا ناس جاء من التمام ألف ومثين كيلو هنضع إن شاء الله من الخميس أيضا نصف حرق من الخميس ونفاجر الضمعة ونفاجر الضمعة ونفاجر الضمعة ونفاجر الضمعة فبقى أننا كانت تفاجة واحد جدا من الرياض الزمام الجزة الطفين خميس من الشيف وأبهى والمدينة فجمهور الأهل إن شاء الله سيتين الملعب بجوم الضمعة ونفاجر الملعب كامل التذاكر المالح نزلت في قلال عشر بقاية كانت الدفعة أكون تقريبا منتهم عشر بقاية قلم عشر بقاية يا عمريكي بسهل بقى أصرحين كل حاجز التذاكر في الدنيا كلها ولسه على حسب كلام الاتحادة إن شاء الله هيتم طرح المئة كبيرة فانية خلال يومين الجيين إن شاء الله إن شاء الله دائما جمهور النادي الأهل يا أسوة محمد كلمة السير في لقاءة النادي الأهل خاصة كمان في المملكة العربية السعودية النادي الأهل بيمتلك أو بيملك قاعدة جماهرية كبيرة وعريضة من جماهر النادي الأهلي شفناها العام الماضي في كأس العالم الأندية لكرة اليد أيضا السنة دي فيه حدثين مهمين للنادي الأهلي السمر الأفريقي أمام اتحاد العصامة الجزائر وأيضا كأس العالم للأنديها لكرة القدم وكمان كرة اليد فيه يعني بطولات ومحافل كبيرة ودور جمهور النادي الأهلي هو خير ممثل للنادي الأهلي للمصريين عموما ودور جمهور النادي الأهلي مهم جدا في هذه اللقاءات طبعا أنا كنت أرسل إذا أرسل حضرتك إحنا بدأناها من السماء الجنوب السنة الباب دا كان أول مرة رأيتي الأهلي في حاجة رسمية في المملكة العربية السرقية كنا بنحضر برضو جداً مال يعني كنا بنروح من الرياضة التنمامة يومياً نحضر المشاوط اللي أرسل الأهلي عاموا منها كنا بنحضرهم يومياً وده فكبالاً حنبدأ بالبروضة بقى اللي ماتش الصوبر إن شاء الله فتعداد لكاث العالم لأنهم عنقابل اتحاد جدّة وما أظراكم اتحاد جدّة أو جماهير فإن شاء الله الجماهير يعني يعني على شهر في رأيي إننا نشوف إننا دقاء اللي بجينا بالصابية في خلال المرحلة اللي جاية فحنبدأ بالصوبر كبروضة ومروراً بكاث العالم بصبت بكاث العالم ليبت الدمان برضو صدنادي ونصل بقى إن شاء الله لكاث العالم اللي هو بقى المعرجان أو الحاجة اللي كله منتظرها وكل جماهير أهل منتظرها بشكل إن شاء الله محمد بنشكرك شكراً جزيلاً ويعني نشوف بقى جماهير الناد الأهلي في ملعب المباراة في ملعب مدينة الملك فهد في الطايف ويعني يمتعونك العاد خلاص أستاذ محمد شريف بنشكرك شكراً جزيلاً رئيس ربطة مشجيع الناد الأهلي في المملكة العربية السعودية مباراة مهمة كابتان حشيش أهمية المباراة النهاية جاية في بداية الموسم السعادات الناد الأهلي كانت على فترتين الفترة الأولى كانت في النمسا الفترة التانية دلوقتي في ملعب مختار التتش الناد الأهلي إن شاء الله ممكن يسافر بعد بكرة يوم السلساء القادم علشان المباراة مهمة وطبعاً دايماً البدايات بتبقى صعبة فما تبتدي طبعاً بمباراة ببطولة فدي صعبة جداً بالنسبة لأي فرقة صعبة على ند الأهلي لسه رجع من فترة إعداد يعني قصيرة مش كبيرة يعني وبسافر تاني يروح على السعودية يلعب مباراة وهو بطل أبطال إفريقيا يعني ودايماً طبعاً بطل بطل أبطال البطولة الدوري يعني غير طبعاً الكنفدرالية يعني حمل كبير على نادي الأهلي وضغط كبير إنه يستمر إن شاء الله في الإنجازات بتاعته ومع بداية الموسم مهمة أوي وكمان الفترة دي عندك أربعة في منتخب مصر الأول عندك أليو ديانج عندك علي معلول بيرسيتا معافرهم اللعبة مش متواجدة برضه ولسه ولسه الراجل بالتدعمات الجديدة لسه ما استقرش على الشكل الأمثل لفريق النادي الأهلي يعني هنا بتكمن الصعوبة يعني أكتر من سبب وأنا كنت كمان أتمنى إن الأستاذ كمان يبقى ساعته أكتر من كده الحقيقة لأن الجلال مصرية في سعودية كبيرة جداً جداً وأي هو الأستاذ يسعى لعشرين ألف متفرق بتتلعب طبعاً في أي حتة في السعودية أو في الأمراض أو النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي بيجي من كل حتة إنما طبعاً إن شاء الله بإذن الله يبقى الوركة في الموجودين يملوا الأستاذ وحسسوا اللعبة إنها بتلعب في بلدها وهم فعلاً في بلدهم إن شاء الله دكتور أحمد الأهلي بيحمل الرقم القياسي في كأس السوبر الأفريقي الأهلي عنده ثمان ألقاب وبيبحث عن لقب التاسع لكن اتحاد العاصمة الجزائري برضو من الفرق المحترمة يعني نظرة كده على اتحاد العاصمة الجزائري خلينا نقول إن دايماً بداية الموسم لما بتبقى ببطولة بتفرق كتير جداً مع النادي الأهلي لما نفتكر السنة اللي فاتت إحنا بدأنا بالسوبر المصري قدام نادي الزمالك الموسم مشى بشكل كويس قوي السنة حتى كمان بتاعت فايلر لما خدنا السوبر دايماً بداية الموسم بتفرق فريق اتحاد العاصمة فريق محترم معهم مدرب عنده خبرات أفريقية كبيرة عبد الحق بن شيخة مدرب الجزائري عنده خبرات أفريقية حتى ممكن نستعرض البطولات بتاعته أخذ الأول السنة عبد الحق بن شيخة ده مدرب اتحاد العاصمة الجزائري لو جبنا حتى صورته واستعرضنا مسيرته كده عم بنا يا شباب حلانه واخد كاس تونس مع الأفريكي التونسي قبل كده أخذ السنة دي الكونفدرالية مع اتحاد العاصمة واللي أبلعها هو ده بن شيخة هو كان ليه تصريح أن تحضيراتنا للأهل في الطريق الصحيح وعلى فكرة هم عملوا فترتين إعداد الفترة الأولانية كانت في الجزائر والفترة الثانية في تونس عملوا معسكر إعداد أخير في تونس لعبوا فيه ثلاث مباراة ودية هو أخذ الكونفدرالية مع اتحاد العاصمة وأخذ السوبر الأفريكي مع نهضة بوركان يعني عنده خبرات أفريقية وبيعرف ياخد بطولات أفريقية بالذات اللي هي البطولات دي بطولات بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة اتحاد العاصمة الجزائر أخذ الدور الجزائري مع شباب بلوزداد مرتين أخذ الكاس المغرب كمان مع الدفاع الحسني الجديدي لو تلاحظ اشتغل في تونس واشتغل في المغرب واشتغل في الجزائر درب الأفريقية التونس واخذ بطولة الدور فواحد من المدربين المتمرسين لازم نخلي بالنا من المبارادي يعني إذا المواجهة مش هتكون سهلة حتى خارج الخطوط كمان بس طبعا الفريق النادي الأهلي أعلى فنيا خلينا برضو نقول النادي الأهلي أعلى فنيا بكتير النادي الأهلي مستعد بشكل كويس جدا عمل معسكر إعداد محترم جدا عاملين صفقات تقيلة نالعار التقيل النادي الأهلي ماشي في الطريق كويس جدا ولكن خلينا أقول لحظك أن الاتحاد العاصمة مشى من عنده تلات لعبة مؤسرين أيمن محيوس المهاجم الأساسي بتاعهم لو جبنا بس القايمة بتاعة الراحلين كمان حلايا أن أيمن محيوس ده راح الدور السويسري اللي هو كان المهاجم هذه قايمة الراحلين لا ده ماشي خليك في ده ده قايمة اللعبة اللي جت فيه واحدة زيها بالزبط اللي هي القايمة التانية طيب خلينا في اللعبة اللي تم التدعيم بها اللعبة اللي تم التدعيم بها هما جابوا 12 لعب قدامنا على الشاشة هم 12 لعب السنة آه آخر اتنين لو 12 صفقة جديدة جابوها آخر اتنين لو بصنا عليهم رقم 11 اللي هو كوناتي من مالي عنده 25 سنة ده صنع العب جاي من استاد مالي اللي هو آخر لعب ده رقم 11 وكانوا اللي هو اللي جاي من دجليبة المالي ده برضو راس حربة عنده 22 سنة جاي من دجليبة المالي يعني جابوا من استاد مالي ومن دجليبة المالي اتنين لعبة من مالي حطينهم قدام جابوا برضو بك رايت اسمه سامة بركات من الجزائر جابوا جوبة ده برضو لعب كويس جايبينهم من الدور الجزائري جنح يمين. جابوا حارس مارما. جابوا محمد أمين بوزيان من الاتحاد المنستيري من الدورة التونسي. الحسين ده برضو مساك سنتر باك. دي يمكن اللعيبة اللي جابوها بشكل سريع كده. هتبقى اللعيبة الراحلين لان دي مهمة جدا. انا شايف ان ماشوا تلاتة مهمين. ايمان محيوس المهاجم الاساسي بتاعهم كان مهاجم مسمع. كان هو وفيستون مايلي. كانت المقارنة دايما ما بينهم اللي هو في الكونفيدرالية احسن اتنين مهاجمين. اه. ادي اول واحد قدامنا ايم اللي هو هيسم لوسيف. برضو راح الدور السويسري معه في نفس الفرقة. مرباح اللي هو اللعيب اللي في وسط الملعب. ده راح شباب كوستانتينة في الدور الجزائري. دول كانوا احسن ثلاثة مشهم في الفرقة. فاعتقد ان الراحلين برضو ممكن تفري معهم. ولكن هم دعموا باتنين ماليين. اذا. التدعيم الكتير ده برضا اوسامة. ممكن تدي برضو لسه لعيبة لأول مرة. اتناشر واحد يجوا تدعيمات جديدة. ومشه 14. فممكن تدي نوع من نوع عدم. النهارده خلاصة القولة كابت ووجهة لأهل أمام التحدي العاصمة الجزائري. مش هتكون بورا سهل. سواء خارج الخطوط كولر مع بن شيخة اتنين مدربين كبار. وايضا داخل الملعب اتنين فريتين كبار. بيمتلكوا برضو أمال وتموحات الناد الأهلي. نتمنى له طبعا التوفيق. انه يضيف اللقب التاسع في السوبر الأفريقي. ويعني زي ما الدكتور أحمد سابت قال. يعني بطولة في بداية الموسم. بتدي دفعة كبيرة للجهز الفني واللاعبين. وان شاء الله توفي ربنا. ثم جمهور الناد الأهلي في مل المباراة. نقطة الأخيرة قبل ما ننهي حلقتنا النهاردة. كنت عايز أتكلم عنها. وعايز أقف عندها شوي. وأخد أراء يعني ضيوفي. طبعا في البداية بنبارك لمنتخب مصر. فوز في المباراة الأخيرة أمام أثيوبيا واحد صفر. كانت المباراة مقامة في استاد أو ملعب الدفاع الجوي. ودي من ضمن الأجندة الدولية. لكن استوقفني شيء. شكل الملعب. واحنا النهاردة بنقول. عايزيني يبقى فيه التفافة. حوالي منتخب مصر. النهاردة دي يا جماعة مباراة لمنتخب مصر. تخيلوا لما كنا بنقول مباراة لمنتخب مصر. كنا بنشوف التفاف شعبي وجماهيري في الشارع. كنا بنشوف الناس مستنية مباراة منتخب مصر بفارغ الصبر. الصورة دي. وإحنا شافين العدد الحضوري الجماهيري لا يتجاوز 200 ولا 300 واحد أو 500 واحد. في الوقت اللي احنا بنفتح فيه الملعب للحضور الجماهيري. تخيلوا ده شكل ملعب مباراة بيتلعف فيه مباراة لمنتخب مصر. فين الاقبال الجمهوري أو الجماهيري. لازم النهاردة اتحاد الكرة المصري يوقف عند النقطة دي. من قبل كده في مباراة أيضا مهمة. وكان بنقول خمسين ألف. وبرضو العدد الجماهيري أو الحضور قليل. تعالوا نشوف ملاعب أخرى. واستاذات أخرى. برضو موجودة في الأجندة الدولية. دي مباراة تونس أمام بتسوانة. وتونس صعدت. شايفين عدد الحضوري الجماهيري وراء لعبي تونس قد ايه. ولو فتحنا الكادرة تلاوي الاستاذ مليان. المفاجأة بقى. المفاجأة دي مباراة منتخب مزنبيق أمام بنين. في ملعب مزنبيق. وانتهت بفوز مزنبيق ثلاثة اتنين. شايفين العدد الجمهور أو الحضوري الجماهيري قد ايه. شايفين مزنبيق. الحضوري الجماهيري. مباراة مزنبيق أمام بنين. في استاذ مزنبيق. حضور جماهيري بسعة الملعب. ايضا الجزائر. جزائر امام تنزانيا. اللي انتهت بالتعادل السلب صفر صفر. لو عندنا الصورة. يا ريتها شاب نعرضها. تونس. ومزنبيق. جزائر. برضو. من وراء اللعيبة. حضور جماهيري كبير. انا واحد من الناس بزع لما شوف ملعبنا. وده منتخب مصر. شوفنا منتخب مصر في 2006 و2008 و2010. والتفاف جماهيري كبير جدا. اتمنى من السادة القائمين في اتحاد الكرة المصري. يدرسوا الحالة دي. ويشوفوا ليه. التراجع الجماهيري حصل. وليه ما بقاش فيه اقبال على على مطشط منتخب مصر. مع اننا من هنا بنقول. دايما منتخب مصر في المقام الاول. منتخب مصر في المقام الاول. ودايما دي الرسالة بنوجهها لكل الاندية. يا ريت كمان. لا اعلام. يناقش الموضوع ده. انه ده موضوع مهم جدا. ازاين رب النشأ على ان مرات منتخب مصر لها الاهمية. ولها الافضلية. انا واحد من الناس زعيت لما شفت الاستاذ فاضي كده. كنت اتمنى يكون في عدد جمهور كبير. وخاصة الوقت ان احنا ما شاء الله فتحنا. دلوقتي عدد حضور الجمهور كابتن عشيش. طبعا حاجة تزعل. منتخب مصر بيلعب. حتى وان كانت مباراة ودية. فانت بتلعب فرقة كذبتك هناك. والمفروض ان فيه رد اعتبار. وبعدين دي ده حتى المباراة ودية. بس ده دخلة في التصنيف. الافريقي. ويبقى العدد كده. وانت فتح الاستاذ. وبعدين ده مش استاذ فاخر الدنيا ده جوه. القاهرة. وما فيش اي حجة واجازات. وكده يبقى القصة دي. يبقى فيه تأثير في حتى معينة. هل الاعلام مداش مثلا. يعني سبط على المباراة دي كافية. الناس. لان جمهور المصر ده. يعني اكبر جمهور في العالم دي. ساند فرقته. في الود دي وفي الرسمي. وكان له ادوار كبيرة جدا جدا في صعودنا لمطولات وتصفيات. دكتور سابت عندك تعليق. حدك بتقدم رسالة اعلامية محترمة. المفروض الاعلام في الرياضي في مصر يشتغل على النقطة ده. لان ده دورنا كاعلام رياضي. نحن نشتغل ازاي نقف جنب منتخب مصر. ما ينفعش ابدا منتخب مصر يكون بيلعب والاستاذ يكون فاضي. لازم الاعلام الرياضي يشتغل على النقطة دي. ازاي نوعي الناس ان هي تنزل. ازاي ان احنا نعمل رحلات. ازاي ننظم للناس تسهيل الدخول والخروج. ازاي نعمل دعاية المباراة منتخب مصر قبل ما المنتخب يكون بيلعب. الحاجات دي ده دور الاعلام الرياضي اللي حضاك فتحتها. انا بشكركم شكرا جزيلا. يعني دي كانت نقطة مهمة كنت يعني يا حابب ان انا اطرحها. علشان نلاقي لها حلول. والحل في البداية عند مجلس ادارة اتحاد الكرة المصر. كابتن حشيش شرفتنا ونورتنا ومتقلق كالعادة. شكرا جزيلا. شكر جدا. والف مبروك للنادي الاهلي كالعادة. دكتور احمد سابت شرفتنا ونورتنا ومتقلق كالعادة. ده شكرا والف مبروك للنادي الاهلي وحضاك كلها دايما متقلقين يعني. وانا بشكر يعني حضراتكم شكرا جزيلا وبشكر ضيوف الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد سابت متقلقين كالعادة. وبشكر حضراتكم وبشكر قناة النادي الاهلي والقائمين وإدارة القناة. يعني خدمة مميزة خمس نجوم دايما بنلئ المباراة الناشئين على الهواء مباشرة لحضراتكم. وأيضا الفترة اللي جاية هيكون فيه استاد أشبال كتير خلال الفترة اللي جاية. بنبارك لفريق 2003 وان شاء الله نكون مع حضراتكم في استاد أشبال جديد. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر